نصر الله قريب فلا تيأسوا مهما فعل المحتل آخر وصية لمناظل ملأت فلسطين قلبه إيمانا حتى ارتق شهيدا في معركة أمعاء خاوية دامت نحو ثلاثة أشهر وكانت الأطول من بين ست خاضها طيلة ربع قرن من النضال فجرا في ظلمة زنزانة ضيقة تحررت روح عدنان خضر من قبضة احتلال صهيوني اعتقله اثنتي عشرة مرة وسجنه تسع سنوات متفرقة رسالتنا لكل أحرار العالم لكل من حضل الشيخ لكل من ترك الشيخ وحيدا في هذه المعركة لكل من لم يصدق ما كنا نقوله أن الشيخ بين الشهادة والشهادة وأنه يتلفظ الأنفاس الأخيرة ها هو الشيخ قد نال شهادته وماذا عنكم أنتم جريمة اغتيال ممنهجة مع سبق الإصرار والترصد اتهم نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الصهيوني بتنفيذها لإسكات من حمل صوت الأسرة إلى كل أرجاء العالم هذه عملية اغتيال وقتل مع سبق الإصرار والترصد والتخطيط وقد تورطت كل مؤسسات دولة الاحتلال جريمة لن تمر دون عقاب هكذا علقت حركة الجهاد الإسلامي على استشهاد أحد قادتها بينما توعدت حركة حماس حكومة الاحتلال بدفع الثمن غاليا حركة فتح دعت المجتمع الدولي إلى محاسبة الكيان الصهيوني فيما طالبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني برفع هذه الجريمة للجنائية الدولية لتضاف إلى سلسلة جرائم ارتكبها الاحتلال دون عقاب ثوب حداد ارتدته المدن الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة حيث خرج الآلاف في مسيرات ووقفات منددة كما شنت تجار إضرابا شاملا وعلق محامو الأسر العمل في المحاكم في حين قال نادي الأسير أن حالة استنفار شديد تسود سجون الاحتلال احتلال فرض حظرا على الفلسطينيين خارج سجونها فاندلعت اجتباكات ومواجهات في مدن عدة عرت مرة أخرى جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني